يا أخوتي جبت لكم أخبار مليح بالبزاف وإن شاء الله يعجبكم على كل حال الأخبار هذا يخص البلاد تعنى الحبيبة البلاد لكل الشعب الجزائري يتمنى لها الخير وعلى بالي بلي الأخبار هذا ما راحش يعجب أعداء الجزائر وبالخصوص إجماعة البراتيش وجماعة الإمارات قبل كلش فقط إذا عجبك هذا الأخبار أهبط التحت وخلي لايك على بالي راح يعجبك على كل حال لايكتاك راح يتدعم القناة وما تخليهم شي سينياليونة أراهم يعرفوا غري سينياليون سما كامل ديروا الوجب بتاعكم وخليوا اللايكوا في التعليقات الثانية خليوا تعليقاتكم تحيي الجزائر دائما وأبدا المهم الجزائر بكل بساطة بدات منصب مليح بالبزاف واللي هو الإنفيمام إلى مجلس الأمن وهذه الحاجة كانت فيما كان الإمارات فيما كان الخواناة لرح يشهد التاريخ على كل الخيانة تحم للقضايا تعال الأمة العربية والمسلمة المهم الجزائر تم تنصيبها رسميا اليوم باركوا لبعضكم يا الجزائريين حاجة مليحة بالبزاف منصب مهم بالبزاف يزيد في المكانة تاع الجزائر سواء الدولية ولا القرية وما زال خير للقدام وجماعة هذا الفايح يا والله ما يقدروننا يا نسكنولكم في حياتكم من الأخر أنتوما يا البراتيش وجدوا أنفسكم مليح مليح القرارات ستكون صادمة فيما يخص القضية الصحراوية الزاير راهي في مجلس الأمن الآن رح نديكم باش تشوفوا كيفاش العالم الجزائري يعني يرفرف عاليا في مجلس الأمن تفرجوا مليح يا أخوتي كما لكم تشوفوا هنا رفع العالم الوطني الجزائري في مجلس الأمن لتبدأ الجزائر رسميا عضويتها الغير الدائمة في المجلس تفرجوا مليح أنعميه العالم الجزائري الغالي راكم تشوفوا فيه شوفوا مليح يا الجزائريين وكح الكحلي البراتوشي تحية الجزائر اليوم وغدوة كامل في التعليقات نسحقكم بالكلمة هذه تحية الجزائر اليوم وغدوة يون هبلوكم يا البراتيش نسكنولكم في حياتكم الآن نشوفوا شوية تعليقات من الصفاحات نلقوا هنا الإمارات تغادر مجلس الأمن وفي رصيدها مواقف العار والخنوع التي ستلاحق عيال زايد يعني إلى الأبد شكرا ريم الهاشمي وباقي الشلة ستتناقل الأجيال قصص غدركم وشيطنتكم للمقاومة الفلسطينية نعم يا خوتي ومع سؤال ما هو تقييمكم لأداء الإمارات خلال فترة عضويتها الغير دائمة في مجلس الأمن أنا نقولها من هنا صفر على صفر على صفر على صفر من الأخر ما شفنا والو وما راح نشوف والو يعني حتى لو كان يبقاه عشر سنين واحدة أخرى في مجلس الأمن ما راحش يديره قرار تعرجاله من الأخر وذوق تشوفوا لما الجزائر يعني حكمت بلاصتها في مجلس الأمن الفرق الشاسع الواسع نزيدوا نهبطوا هنا هنا من جريدة البلاد الجزائر تبدأ ولايتها كعضو غير دائم في مجلس الأمن أيضا هنا تسلمت الجزائر نعم عهدتها في مجلس الأمن من قناة RT الجزائر نزيدوا نهبطوا يا خوتي نجد أن الجزائر الثاني تبدأ عهدتها وهذا هو السيد اللي راح برب إن شاء الله هو ليترأس الوفد اللي راح يكون في مجلس الأمن حاجة مليحة وتفرح بالبزاف وحاجة يعني تقيس كل أعداء الجزائر في المكان ليوجع من الأخرى نزيدوا نهبطوا الجزائر تخلف الإمارات كما قلت لكم الجزائر صاي خلفة الإمارات وزارة الشؤون الخارجية أيضا قامت بالإعلان عن هذا الشي بلي الجزائر رسميا بدأت العهدتها 2024-2025 أمرب إن شاء الله أديروا في حسابكم يا خوتي بلي الحاجة هذه ما جاتش هكذاك فقط وإنما جات يعني بعد جهود كبيرة من قبل الدولة الجزائرية وقال وزير الخارجية الجزائرية الجزائر تبدأ رسميا عهدتها وكذا وكذا أيضا قالت بلي أن العهدة ستكرس لإعلاء صوت إفريقيا في هذا الجهاز المركزي للأمم المتحدة وبينه ناره يحكي على الدول الإفريقية الحاليفة يعني الدول الحاليفة فقط إنما الدول الخائنة يعني اللي تخون واللي معروفة بالخيانة تحر هذه غير ما تكحلش يعني على كاش حاجة من عند الجزائر في مجلس الأمن تسمى ديروا حسابكم مليحية الدولة الإفريقية بلي أنه جميع دولة ستقف مع الجزائر ورح تتحد مع الجزائر رح تكون عندها مكانة كبيرة دولين أما الدولة التي تخون الجزائر وتقف إلى جانب يعني الفاشلين تعال براتيش بتمويل من قبل الإمارات هذوك أيضا يا خوتي رح تخلصوها غالية وغالية وما تكحلوش ما تكحلوش أبدا أبدا بلي الجزائر رح تدير معكم كاش هده نكملوناها بطول نشوفوه نلقاوه مغرب فويس أصوات مغاربية تعرفوا قناة المغاربية يا خوتي قناة المغاربية من أكثر القنوات لديما تكريتيكي الجزائر وتحاول نشر البلبلة في الجزائر وبين تمويل منين يجي بين الحكاية انضمت الجزائر رسميا لعضوية مجلس الأمن الدولي حيث ستشغل مقعدا غير دائم في عهدة تستمر لسنتين خلال الفترة 2024 و25 برأيك لماذا لا تملك إفريقيا مقعدا دائما في مجلس الأمن أنا نقول هلكن جاوبك مليح مليح بكل بساطة لأن الدول الإفريقية يعني غالبية الدول الإفريقية هي عبارة عن دول تقدر تشريها بكاسكروتشاورما هذه الحقيقة اللي لازم يعني نعرفوها كامل إلا الجزائر وبعض الدول الأخرى كما جنوب إفريقيا وغيرها من بعض الدول فقط لعندها سيادة وعندها كلمة في العالم لهذا إفريقيا لن تتحصل ولم تتحصل أبدا في تاريخ تحا على مقعد دائم في مجلس الأمن أنهار تكون كل الدول الإفريقية عندها كلمة وكذا وكذا فماك نقدرون طالبوا بمقعد دائم لمجلس الأمن فهمتوا يا المغربية اللي طيحين زع ما تعرفوا لها وكذا أنتما لا علاقة فهمتوا ولا ما فهمتوش ولا نزيدون قريبكم شوي إحنا الجزائريين خلونا منهم يا أخوتي المهم الحاجة اللي راني نستنعو فيها هي القضية الصحراوية وبلا ما ننسو أيضا القضية الفلسطينية إذا ما القضية الصحراوية راح تعانيه راح تعانيه شفته في العامين هذا يا البراتيش راح تعانيه تعال الصح فيما يخص القضية الصحراوية وجدوا أنفسكم ممليح مليح على بالكم أنتما كفشت وجدوا أنفسكم راكم توجدوا أنفسكم عن طريق الإعلام ديروا حسابكم ممليح مليح راح تصرع يعني وشو نقولكم ما تتخلط فيكم من الأخر تتخلط تتخلط عليكم ما شيفيكم الجزائر راح تقيسكم في البلاسة اللي توجعكم صدقوني تجيبوها عامين أنتما تبكيوا في الكوانا عامين أنتما مقنوطين وما ننصحكم شي البراتيش تتفرجوا القناة يعني في هذا العامين لأنه كل قرار راح يصدر من مجلس الأمن فيما يخص القضية الصحراوية راح يكون مرتبط ارتباطا وثيقا بشكون بشيكورة تعكم الدولة الجزائرية الديمقراطية والحمد لله على نعمة الجزائر المهم يا أخوتي فقط كامل أهبطوا التحت خليوا اللايك للفيديو هذا خليوا تعليقاتكم خليوا يعني فرحتكم وردوا مليح على جماعة البراتيش وجماعة الإمارات ونقولوها ونعودوها تحية الجزائر دائما وأبدا وتحية فلسطين دائما وأبدا اشتركوا في القناة